موسيقى وفد أممي يصل تعز هل استيقظ الضمير العالمي تجاه المدينة المحاصرة هل يمكن أن تترك هذه الزيارة أثراً لتعود الأعمال الإنسانية لتعز وهل يكسر أخيراً حصار المدينة الحالمة موسيقى أهلاً بكم في مدينة كانت طيلة سنوات طيلة سنوات الحرب مسرحاً لجرائم وويلات كثيرة يمثل وصول وفد أممي رفيع إلى تعز لإطلاع على الوضع الإنساني بارقة أمل كبيرة للمدينة المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي الوفد فتح ملفات كثيرة أبرزها ضرورة رفع الحصار المفروض من قبل ميليشيات الحوثي على تعز منذ نحو أربع سنوات كما كانت مسألة فتح مكاتب المنظمات الدولية بصورة عاجلة في المدينة وتفعيل خطة الاحتياجات الإنسانية للعام المقبل مطروحة في هذه الزيارة مؤشرات كثيرة إذن في حال صدقة الوعود خصوصاً إذا ما مكنت هذه النقاط من الضغط على ميليشيات الحوثي لحل حالة ملف الحصار على غير العادة تعز في واجهة الاهتمام الأممي فبعد أربع سنوات ونيف من التجاهل يصل لمدينة تعز وفد أممي للاطلاع على الوضع الإنساني في المدينة المحاصرة واضعاً النقاط على حروف الحاجة الإنسانية والحصار الوفد الذي يترأسه المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن علي رضا والقائم بأعمال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن نيلس دينجول شدد على ضرورة رفع الحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثي على تعز منذ نحو أربع سنوات ونصف داعياً إلى فتح مكاتب المنظمات الدولية بصورة عاجلة في المدينة مستعرضاً مع قيادات السلطة المحلية بالمحافظة خطة لاحتياجات الإنسانية للعام المقبل الأمر لا يبدو مصفاً كلياً لمدينة شهدت كل الويلات وتجاهل مأساتها المجتمع الدولي طويلاً لكنه يترك تساؤلاً حول ما إذا كانت هذه الزيارة ستعيد الاعتبار الإنساني للمدينة وتترك أثراً بعد الإهمال الذي شهدته طيلة السنوات الماضية كانت قد بدأت المنظمات الإغاثية تفتح عيونها على مأسات تعز لكنها سرعان ما خرجت المدينة من دائرة الاهتمام الأممي عقب مقتل موظف بعثة الصليف الأحمر الدولية حنال حود على يد مسلح مجهول في تعز وكانت تلك الحادثة رسالة هامة لإغلاق الباب الإنساني في وجه المدينة نهيك عن ذلك أغفل المبعوث الأممي ملف تعز الذي كان واحداً من مخرجات السوكهولم ومع ذلك لم يحرك المبعوث الأممي أي خطوة لتنفيذ هذا الاتفاق أربع سنوات عاشت خلالها مدينة تعز ظروفاً عصيبة بدءاً بمجازر القصف العشوائي ضد المدنيين مروراً بالقناصة والألغام ووصولاً إلى الحصار الخانق وقفت المدينة أمام تلك الظروف بإصرار منقطع نظير وناجحت بالاعتماد على نفسها في تحرير أجزاء من المدينة وكسر جزئي لحصار ميليشيا الحوثي وصالح تحتفظ ذاكرة تعز بمشاهد مروعة من يوميات الحرب ضحايا الألغام وإنقاذ الأطفال من ركام القصف بطيران التحالف والحوثيين ومعاناة السكان في منفذ الدحي مشاهد تحكي فصلاً من فصول الحرب وبشاعتها ضد المدينة جدد أترحبكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المسائل يمني كما أرحب بمن ينضم لي فيها هنا في الستوديو الصحفي والناشط الحقوق يدو سيد محمد الأحمدي أهلاً بك مرحباً بك أخل وجي هياكم الله كما أرحب بمن ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من تعز السيد نبيل جامل مدير عام التخطيط في محافظة تعز أهلاً وسهلاً بك سيد جامل أهلاً سيد جامل باعتبارك في الميدان كانت هناك الزيارة الأممية اليوم ضعنا في صورة يعني من الذي زارت تعز اليوم من وفد أممي ما هي المنظمات التي زارت تعز ما كان هدف الزيارة بالضبط الزيارة الذي قام بها وفد أممي لمحافظة تعز كان وفد مشكل من نائب المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي وأيضاً القائم بأعمال مكتب الأوتشاء في عدن السيد نيلز وأيضاً المسؤول الأمن والسلامة في مكتب المبعد في عدن بالإضافة إلى أحد المسؤولين والمختصين في قضية الألغام الزيارة بالأساس خاصة زيارة نائب المدير القطري سيد علي رضا كان مقرر لها في 23 ديسمبر 2018 وكان أيضاً مقرر لها أن يتم دخول سيد علي رضا من طريق الحومن إلى تعز كبادرة لفتح طريق إلى محافظة تعز من الاتجاه الشرقي ولكن للأسف الشديد في ذلك الوقت رغم الترتيبات التي حدثت فباللاحظات الأخيرة رفض الحوثيون دخول الوفد الأممي في ذلك الوقت من هذا الطريق ثم تكررت الزيارة في هذا الوقت وكان برنامجها واضح متفق عليه بناء على التواصل مع الأخ محافظة المحافظة الأستاذ نبيل شمسان على أساس أن الوفد يدخل إلى المدينة ويطلع على الوضع الإنساني في المدينة ليقيم الوضع خلال عام 2019 وأيضاً نتكلم ماذا سيكون في 2020 وأيضاً كان هناك موضوع الورقة الأمنية والوضع الأمني فيه داخل المدينة والموضوع الثالث كان قضية المعابر فتح المعابر ثم الموضوع الرابع وهو الأوبئة وخاصة الحميات المنتشرة في المدينة في الفترة الأخيرة وفعلاً تم تدارس كثير من هذه المواضيع أثناء تواجدهم أو وصلهم إلى المدينة وأيضاً تم اللقاء في المنظمات في التربة وعقد اللقاء هناك في مدينة التربة مع المنظمة العاملة في المحافظة بشكل عام تفضل بالبقاء معي سيد جامل أشكرك على هذه المعلومات أعود إليك سيد الأحمد أو أرحب بك مجدداً كيف تتابع هذه زيارة الوفد الأممي إلى تعز بهذه الآجات التي طرحتها؟ مرحباً بك أخي وجيه والمشاهدين وشكراً للمساء اليمني وقناة بالقيس التسليط الضو دائماً على هذه الملفات خاصة ما يتعلق بعنوان المأساة اليمنية تعز وشكراً أيضاً للضيف الكريم من تعز في الحقيقة هذه الزيارة لمسؤولين في الأمم المتحدة إلى تعز أولاً لم تكن الأولى وسبقها زيارات متقطعة لكن لافت في الأمر أنه كان هناك تجاهل لمأساة تعز بمعنى أنه في كل مرة يأتي مسؤول أممي إلى تعز لا يكون هناك تحول في الملف الحقوقي أو الإنساني للمدينة التي ترزح تحت وطأة الحصار والقصف العشوائي والألغام والقناصة لميليشيا الحوثيين والحصار أيضاً في السابق أتذكر أنه عندما زار المدينة المنسقة الشؤون الإنسانية تابع الأمم المتحدة تحدث عن أنه شاهد مواد إغاءة غذائية وغاز الطبخ يدخل إلى مدينة تعز وكأنه يحاول أن يعزز رواية الميليشيا الحوثية بأنه ليس هناك حصار على المدينة في الحقيقة مدينة تعز اليوم تعاني ويلات أربع سنوات بالضبط نعم بعد زيارته كان هناك بيان وموجود البيان على الموقع الأمم المتحدة ويتحدث يعني كان هناك العديد من التصريحات لكنه أشار إلى هذه المسألة بينما نعرف ويعرف اليمنيون ويعرف أبناء تعز ذات الكثافة السكانية أن الحصول على مواد غذائية أو على احتياجات أساسية للسكان في غاية الصعوبة أولاً بسبب قطع الطرق الرئيسية المسافات التي كان يقطعها أبناء المدينة للوصول إلى الأسواق أو إلى أماكن معينة تستغرق ساعة صارت اليوم تستغرق عشر ساعات وربما أكثر بسبب المعابر والحصار وانتشار القناصة والألغام التي خلفتها ميليشيا الحوثيين رغم التحرير أجزاء من المدينة ورغم أيضاً الكسر الجزئي للحصار في بعض الأماكن نتمنى في الحقيقة أن نسمع من الوفد الأممي كيف تمكن من الوصول إلى تعز لأنه بالتأكيد يعني كما أشار ضيفك الكريم من تعز في أواخر العام الماضي كان هناك زيارة مقررة للنائب المدير القطري ولمسؤولين أمميين آخرين إلى تعز لكن الميليشيا منعت دخولهم من جهة الحوبان المنطقة التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الحوثية وبالتالي يضطروا لإعادة ترتيب الزيارة مرة أخرى عن طريق عدن إذن نتمنى من الوفد الأممي أن يتحدث كيف تمكن من الوصول إلى تعز لإظهار الحقيقة لإجلاء الصورة الواضحة عن الحصار الذي لا يزال تعاني منه المدينة وعن الظروف الوصول إلى لكن بشكل عام هناك تفاؤل بخصوص هذه الزيارة باعتبارها كسرت الجليد خلال فترة ماضية وإن كانت هناك نقاط كانت في اتفاق السويد منذ عام حول تعز وحول ملف تعز وأهمية ترتيب التفاهمات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني هناك وهو ما قد أسأل عليه السيد جامل قبل ذلك لكن أسألك سيد جامل فيما يتعلق بهذه الزيارة حصل وزار مسؤولون أمميين تعز خلال فترة ماضية لكن لم تغير زيارتهم الوضع بالنسبة لأبناء المدينة هل ستكون هذه الزيارة مختلفة برأيك؟ نتمنى أن يكون نتائج هذه الزيارة يابية وهذا ما تم طرحه من قبل الأخ وكيل أول المحافظة وأيضا من قبل الأخوة في المكاتب التنفيذية المعنية عندما حضروا اللقاء لأنه للأسف الشديد وهذا ما نلمسه في أكثر من الزيارات تتب زيارات لكن نحن نعلم أنه نفس الوفودة الأممية طويل لكن لا أعتقد أن يكون الطول هذا لأننا نتكلم عن الدخول في سنة الخامسة ولم يتم تحريك هذا الملف وخاصة ملف حصار محافظة تعز كما قالك ضيفك الكريم وهذا السؤال أيضا وجه للوفد الذي دخل بدين التعز أن الطريق الذي أتيت منه من عدن ليس الطريق الطبيعي الأصل تصلون من عدن إلى تعز بساعة ونصف ساعة في السيارة من الطريق الطبيعي المتعارف عليه لكن أنتم الآن تمرون بطرق وعرة طويلة السغرقت منكم بحدود سبع ساعات هذا الطريق يعاني منه أبناء تعز بل كثير من المواد الغذائية الأصل يتحمل على قاطرات وكذلك المشركات النفسية لا تصل إلى تعز إلا بالتجزية لأن الطريق غير معبد وغير صالح لمثل هذه النقليات لكن هناك من قد يطرح أن هذه خطوة إيجابية هناك من قد يطرح سيد جامل أن هذه خطوة إيجابية أنهم جاءوا من هذه الطريق ليتعرفوا معاناة الناس كيف هي بالضبط لكن يعني في المقابل أنتم ما الذي طرحتموه في سياق مطالب أهل المدينة الاحتياجات التي يعني يريدها السكان هناك في تعز وأيضا ما الذي طرح لكم من قبلهم وأيض كلامك أنه أن الرسالة للطريق وعرة وصلت لهم بجانب عملي لأنهم سلكوا هذه الطرق وأنا معك في هذا الطرح وأكيد أنهم لن يقفلوا هذا الجانب ما تم تداوله في اللقاء نحن استعرضنا فعلا الوضع الإنساني المزري داخل المدينة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية وأيضا خاصة مع عودة كثير من النازحين والناس إلى داخل المدينة أصبحت مدينة تعز بمديريتها الثلاثة والأربع مدينة مكتبة بشكل غير معقول هذا ضاف أعباء كثيرة على السلطة المحلية وإن لم يتم التدخل الإنساني بالشكل المناسب فإن هناك ستحصل كوارث وكما هو ملاحظ والتابعون أنتم عبر الإعلام نتيجة الكوارث الصحية التي تحدث الآن هذه ليست وليدة اللحظة نحن عندنا مشاكل متراكمة مشاكل مركبة الوضع البيئي من تراكم آلاف الأطنان من القمامة هذه المدينة لا يوجد لها مكاب للقمامة المكاب موجود تحت سيطرة الإنقلابيين المدينة هذه تختنق اليوم من كثرة الأوبية الرسالة أعتقد وصلت لهم تكلمنا أيضا عن خطة قدمناها عبر المحافظة في 2019 وللأسف الشديد أن المنظمات لم تأخذ منها إلا النزر اليسير اتفقنا أيضا أن يتم تلافي هذا القصور في خطة المحافظة للإحتياجات الإنسانية لعام 2020 والتي تم التركيز فيها أساسا على المشاريع المستدامة سبل المعيشة لأننا نتكلم اليوم على دخول في السنة الخامسة من الحصار والحرب التدخل للمنظمات بشكل عام يكون طاري في السنوات الأولى لنعلم سيد جامل حتى نفهم بشكل محدد ما هي مطالب المحافظة من قبل يعني ما الذي طلبتموه بشكل محدد من هذا الوفد ما الذي باستطاعته أن يقدمه لتعز تحديدا حتى أيضا لا يرفع صقف الآمال باعتبار أن في نهاية المطاف يعني هناك الكثير مما يقولون أن الأمم المتحدة هي فقط لتيسير الأعمال الإنسانية وللوساطة في نهاية المطاف المطلب المهم والملاح لأبناء تعز هو قضية رفع الحصار هذا السبب الرئيس في قضية الكوارثة التي تمر فيها تعز هذا الخانق الذي جعل تعز يتنفس من رئى واحدة وطريق واحد إلى عدن هذا كان مطلب ملاح من كل الحاضر الذي طرح لنائب المدير القطري وباعتباره أيضا هو أحد أعضاء اتفاق سويد وهو تقريبا عنده إلمام بهذا الوضع الماساوي وأيضا لأنه تجرع مرارة عدم دخوله من مناطق الحوثيين هذا كان الطلب الملح الأول أيضا نحن وضعناه في صورة أولوياتنا في المحافظة لاحتياجة الإنسانية لألفين وعشرين وكانت تتمثل بأربع أولويات مهمة تدخلات إنسانية طارئة وأيضا مستدامة في قضية التعليم والصحة وفي قضية المياه والإصاحة البي وفي قضية التدخل في بناء القدرات للكادر الوظيفي في المدينة هذه كانت أهم أولوياتنا وأيضا طرحنا بحكم أنه هو نائب المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي طرحنا مشكلات الاستمرار في قضية السلالة الغذائية والأصل نتحول إلى قضية مساعدات أو مشاريع سبل العيش ومستدامة بدل أن نعلم الناس الكسل والتسول وأيضا قضية النقد مقابل العمل ووجدنا منه ترحب في هذا ووعد أنه سيتم فعلا استيعاب هذه الملاحظات وهذه الأولويات بالشراكة مع مكتب التنسيق الشرون الإنسانية في عدن أيضا من الأشياء التي وافق عليها أن يتم تحويل تعز من الارتباط بمحافظة أب بمكتب برنامج الغذاء العالمي إلى عدن لغاية أن يتم فتح مكتب رئيسي في محافظة تعز يعني هناك مسألة التنسيق هناك نقطة مهمة فيما يتعلق أنه كانت هناك جهود الفترة الماضية وإن كانت قليلة الأثر في نهاية المطاف على مسألة الوضع في الحوبان ومسألة فك الحصار والتفاهمات مع الحوثيين هل تم التطرق لهذا الأمر خصوصا وأن اتفاق سوك هولم الذي سيصادف بعد عشرة أيام الذكرى أو بعد خمسة أيام الذكرى السنوية الأولى له تضمن بندا مخصصا لتفاهمات وفتح ممرات إنسانية في تعز وتمكين المجتمع المدني من لعب دور أكبر في هذا السياق كما سبق وطرحت منه كان من ضمن النقاط في جدول الاجتماع وقضية رفع الحصار وفتح المعابر وقد حضر أحد أعضاء لجنة فتح المعابر اللجنة الرئاسية المشكلة بقرارة من الرئيس الجمهورية والذي يرسها الأسوال عبد الكريم شيبان وكان طرحه واضح في هذا الملف كان خلاصة هذا الملف أن نحن في تعز أن يفتح الحوثي من أي مكان يريد نحن نأمل بفتح الحصارة اليوم قبل غدا لا توجد مدينة تحاصر من الداخل كما يدعي الحوثي نحن محاصرون من عند الحوثي وأعتقد أن الوفد الأممي مستوعب لهذه القضية وقالنا لا يوجد أي ممانعة كما يطرح الحوثي وتعز اليوم من أهم مميزاته نتكلم بصوت واحد لديها سلطة محلية يمثل الأخ محافظة المحافظة بصوت لبيل شمسان لديها قيش وطني ممثل قيادة محور وألوية لا كما يدعي الحوثي أن هناك تعدد في النوافذ التعاطي وهذا ما لمسه من خلال أيضا الورقة الأمنية التي طرحها الأخ مدير الأمن في هذا الجانب وكانت رسالة واضحة أن نحن المحاصرون ونحن أيضا لدينا الرغبة أن يقوم الحوثي اليوم قبل غدا بفتح أي طريق يريد في أي مكان لا مانع ولا الشرطات لدينا وكما تابعته ومتابع كل المشاهدين الكرام ما حدث قبل شهر أو شهرين من قضية الإدعاء أن الحوثي سيفتح المنافذ كيف هبأ أبناء المدينة يريدون أن يخرجونهم الآن في سيق كبير الحوثي يحاصرون للأسف الشديد أن أصمحت قضية تعز في قضية المنافذ ورفع الحصار قضية سياسية أكثر ما إنسانية يمارسها كثير من الوفود التي تعطى إلى تعز وللأسف الشديد هناك تماهي نقول من بعض الأطراف سوى في التحالف أو التغاضي الذي لا نعلم سببه أيضا من عدم الضغط في حكومة الشرعية نحن نحن نتحدث على فتح مطار صنعاء ولو في حالة الإنسانية وتم إغفال تعز بكل مآسيها فيما يتعلق بهذه النقطة أرجو أن تتغضل بالبقاء معنا سيد جامل أعود إليك أستاذ الأحمد إلي مدى ترى أن يعني تعز حاضرة فيما يتعلق بأجندة الجميع حكومة الشرعية الوفد الأمم لأن هناك اتهامات على الأمم المتحدة وهي ليست فقط في تعز هي اتهامات عامة لكن أيضا هناك حديث كما تفضل السيد جامل عن دور الحكومة الشرعية التي تغيب ملف تعز وأيضا التحالف الحقيقة أخي وجيه الكل يعلم أن تعز دفعت ثمنا باهضا بوقوفها جدار صد في مواجهة تغول ميليشيا الإنقلاب منذ اجتياحها للمدن عندما أرادت أن تغزو عدن كان أبناء تعز يخرجون بصدور عارية في مواجهة الميليشيا ويمنعون الذهاب يمنعونها من التقدم نحو عدن وبالتالي تعز كانت من أول من قدم تضحيات ووقف في وجه الإنقلاب ومؤيدا للشرعية ويبدو أن مخزون الكراهية لأبناء تعز من الإمامة بنسختها الحوثية ومن أيضا الحليفة صالح حينها بسبب مواقف تعز النضالية على مر التاريخ وهذا أمر واضح للعيان وموقف أبناء تعز أيضا في الثورة الشبابية السلمية هذه المعطيات يمكن من خلالها فهم مستوى القمع والتنكيل والوحشية التي تم إفراغها ضد محافظة تعز من طرف تحالف الإنقلاب هذه المسألة للأسف الشديد لا تحظى بمراعاة أو لا ينظر إليها بعين الاعتبار لا من طرف الحكومة الشرعية ولا من طرف أيضا حتى المجتمع الدولي هناك قراءة سطحية لحقيقة الحرب على تعز الحرب على تعز هي حرب من طرف واحد طرف تحالف الإنقلاب وأبناء تعز في حالة دفاع مشروع عن النفس عندما نرى الآن تعاطي مع قضية تعز ومأساتها في سياق الحرب الشاملة في اليمن يحاول الحوثيون اللعب على بعض المغالطات مثلا عندما يتحدثون عن فك الحصار عندما نقول لهم وأنا كنت في بعض ورش العمل مع ممثلين عن الحوثيين نتحدث أنه يجب فك الحصار عن تعز فيقول لك الحوثيين فكوا الحصار عن اليمن كل اليمن كله محاصر إذن هناك نوع من المغالطة أولا والمجتمع الدولي للأسف يتعاطى مع هذه المغالطة لكن هناك الحديث في سياق السيد نبيل جامل سأعود إلى هذه النقطة سيد نبيل جامل أنت أشرت إلى دولة تحالف والحكومة الشرعية فيما يحدث أو على الأقلية عدم فهمك لتعاطيهم معها هل أوضحت لنا بشكل أكبر ما حدث مؤخرا من التفاهمات التي حدثت حول مطار صنعاء وحول اطلاق الأسرى وكانت اسمه رئيسة التحالة وفن مملكة العربية السعودية الشقيقة أين كان ملف تعز الحوثيين كان في فترات سابقة يطرحون في تعز أن فتح الحصار عن تعز مرتبط بفتح مطار صنعاء الآن نحن نتكلم عن فتح جزء لمطار صنعاء وربما يفتح بشكل كامل تم إطلاق أكثر من 200 أسير بدون مقابل أين أسرى محافظة تعز من هذا الموضوع أين فاك الحصار عن محافظة تعز بأحسن التفسير وحسن النية نقول أنها ربما مرحلة لكن الشواهد بعد خمس سنوات تقول ربما تعز وضعات كقضية مظلومية يتم المزايدة بها وربما هو أيضا من الصعب وضع حصن النية في هذا السياق الآن أليس كذلك نفترض نفترض حسن النية ولكن نقول إذا كانت هذه حصن النية موجودة نتمنى أن يتم الضغط ويتم رفع الحصار عن محافظة تعز أقل أقل شيء مقابل فتح مطار الصنعاء أو ما يحدث الآن من تفاهمات على المستوى التحالف وأيضا جماعة الحكومة شكرا لك إذا سيد نبيل جامل مدير عام التخطيط بمحافظة تعز كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من هناك بعودة إليك سيد الأحمدي وأعود إليك بما انتهى به السيد جامل هل هناك حسن نوايا من قبل أتطرق الآن إلى من تطرق له السيد جامل التحالف والشرعية فيما يتعلق بتعز للأسف الشرعية لم تكن عند مستوى التحدي وعند مستوى ردة لاعتبار على الأقل لأبناء تعز لوقوفهم إلى جانب الشرعية وتضحياتهم الجسيمة في هذا السياق أبناء تعز موجودون في كل الجبهات في مواجهة انقلاب الحوثي ولكن مع ذلك كان هناك نوع من النكران في الحقيقة من طرف الشرعية لمأساة تعز يا أخي العزيز إذا كان في قرية واحدة من قرى تعز الشقب 17 امرأة قتلت برصاص وألغام ميليشية الحوثيين خلال هذه الحرب قرية واحدة من قرى تعز إذا كان هناك الآن في تعز تعاني 600 جريح بحاجة لاستكمال العلاج في الخارج وأغلبهم مدنيون هناك ألفي جريح بحاجة إلى أطراف فقدوا أطرافهم خلال هذه الحرب أين هي الشرعية الحكومة الشرعية من كل هذه المأساة ومن كل هذه المعاناة يعني الحكومة الشرعية للأسف الشديد لم تقدم لتعز شيئاً خلال سنوات الحرب والمأساة والمعاناة سوى البيانات والتنديد لكن على الواقع ظلت ميليشية الحوثيين تقصف تعز ليل نهار خلال فترات السابقة ظلت دبابة سوثتيل تقصف على مدى عدة أشهر ولم يطالها طيران التحالف بينما يذهب ويقصف المدنيين تعز للأسف الشديد تدفع ثمن مواقفها في الاستفاف لجانب المشروع الوطني المشروع الوطني الدولة الاتحادية في رفض الإمامة في رفض الاستبداد والتوريث وتم معاملتها بقسوة طيلة هذه الفترة من الحرب واليوم الآن المسئولية مضاعفة أمام الحكومة الشرعية وأمام التحالف التحالف للأسف الشديد لم يقدم أيضاً بالمناسبة لتعز ما يجب لتحرير هذه المحافظة وظل التحالف يعمل على إدارة الصراع في محافظة تعز لإبقائها رهينة للحصار تقصد استغلنا الخلافات السياسية بداخلها أم؟ هناك بالفعل خلافات سياسية معينة داخل تعز مكايدات من نوع ما لكن كان في فترة سابقة هناك استفاف كبير مع المقاومة مع مشروع المقاومة ومع الجيش الوطني وتشكل الجيش الوطني وشهدنا أيضاً جولات من محاولات تحرير المدينة كان هناك على سبيل المثال منفذ الدحي وغيرها من المعاناة التي يعني جزء المعاناة في إطار المأساة الكبيرة للمحافظة لكن شهدنا تحركات للجيش الوطني ونجح في كسر جزء للحصار وإنهاء بعض المعابر التي فرضتها الميليشية شهدنا تحرير العديد من المناطق لكن للأسف الشديد كان هناك دور سلبي للإمارات وتدميري عندما بدأت بدعم بعض الفصائل المسلحة داخل تعز وعملت على بناء مربعات أمنية مغلقة مورست فيها انتهاكات لحقوق الإنسان وكانت في طور خلق قنابل موقوتة داخل مدينة تعز نجح الجيش الوطني أيضا في إغلاق أو في فتح هذه المربعات الأمنية المغلقة وفي إعادة ترتيب الوضع الأمني داخل المدينة إلى حد ما رغم أن هناك أيضا لا يزال كثير من الإشكاليات اليوم عندما نرى في الوضع في تعز هناك تبعات كارثية كبيرة على الحرب والحصار القطاع التعليمي مدمر القطاع الصحي أيضا مدمر شبكات المياه شبكات الصرف الصحي الأوبئة والأمراض تفتك بالسكان في المدينة مأساة النازحين في تعز هناك أحياء بكاملها نزح سكانها بسبب القصف العشوائي قذائف الميليشيا الحثين وللأسف هناك أيضا بعض الأحياء السكنية فيها نازحون آخرون جاءوا من مناطق أخرى لكن دون أي مراكز إيوى ودون أي خدمات لأولى النازحين في كل مكان في تعز هناك قصة طويلة من المحساة والمعاناة دعنا نسمع أكثر عن هذه القصص من الميدان أستاذ محمد أرحب بمن تنضم إلينا عبر الهاتف من تعز السيدة داليا محمد الناشطة الحقوقية من هناك أرحب بك سيدة داليا قبل أن أسألك عن الوضع الإنساني بداية يعني باعتبار أن هناك وفد أممي يزور تعز الآن إلى أي مدى أنت متفائلة بأن تعز ستتنفس بعد اليوم بالأول مساء الخير للجميع أهلا بك طبعا بخصوص الوفد الذي دخل الأممي اليوم والأخبار التي تكلمت على الدخول فهو كان وفد من الأوتشاء والغذاء العالمي لكن أنه تكلمه تناول أو بمعنى تطرق عن موضوع أنه ما وصلت لي المدينة في تعز هو نتيجة الحصارة الحاصل لكن أنه هل هناك كمية أو عمل أتى مرتب أساسا أو مخصص لأجل فتح الطرق فهذا ليس له أساس من نصفها إلى أي مدى أنت متفائلة في السياق أن تعز على الأقل كان هناك في اتفاق السويد ما يتعلق أو اتفاق السكوم قبل حوالي العام الحديث عن ممرات إنسانية الحديث عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى تعز وأيضا مسألة إشراك المجتمع المدني بشكل فاعل أكثر فيما يتعلق بإدارة ملف تعز بخصوص أنه مدى التفاؤل اللي واصل له فبالنسبة لي وكأحد النساء في مبادرة نساء تعز لأجل الحياة والتي قد سنة بالكامل حوار مع الطرف الآخر ما بين متنقل ما بين المدينة وبين الحوبان عشان فتح الطرق فان يقول الحوثيين لا أساس ولا نية لهم بفتح الطرق كل أعذارهم كانت بها بس إنما تعيز يدل أساسا إنه ما عندهمش أي نية أيضا كمان إحنا حاولنا نجلس مع النظمات الدولية قلسنا مع الأوتشاء قلسنا مع مبعوث الأمام التقينا في الأردن لكن للأساس كله كان يعني يصرفوا لنا كلام عالفاضي ما فيش نية مع إنه تقدر الأوتشاء خصوصا الآن دخولة لمدينة تعز اليوم بالظرف هذا إذا ضغطت فتقدر تأثر على السوثيين إنه يفتحوا يعني يوافقوا على فتح الطرق الرئيسية لمدينة تعز أيضا المبعوث الأممي وكل إحاطات والثغريدات على إنه مسألة تعز لكن كل الموضوع تغني إنما ذا الرماد فقط أما لا أعلم أن ليس هناك نية من السوثيين أساساً ولا من المجتمع الدولي أن يفقوا حصار مدينة تعز أساساً طيب سيدة داليا فيما يتعلق بالجهود المحلية كان هناك حديث عن نوع من الحديث لفك الحصار تخفيف الحصار عن المعابر هل هناك أي جديد بهذا الخصوص بحسب متابعتك بالنسبة للمجتمع وخصوصاً المجتمع الذي هو داخل وسط المدينة أو بالطرف الآخر بالحوبان فهو مجتمع المواطن هو أساساً يطوق أنه يشتفتح الطرق لأنه هو المعاني والمدنيين الذين هم وسط المدينة هم أساساً يطالبوا بفتح الطرق ونادوا لهذا الشيء عملنا حملة توقيعات عملنا أيضاً مع رسوم تشكيلية عملنا توقيع على أفاج عملنا كل المستحيل أتواصلنا أساساً خارقنا مع الطرف الآخر قلت نحن السنة ونقري ما بين الحوبان وموابين المدينة عشان فتح الطرق لكن اللي حاصل أن الحوثيين هم هنا ما مصادقين ما فيش هنا أما بالنسبة للمجتمع طويل يا ليس إنه لو حتى قالوا له إنه بيمشي من غير ما يعملوا كاسحات ألغام وغيره بيمشي المواطن تعب من الحصار أنها كل حصار المسافة الوعورة السيول القطورة اللي حاصلت في الطرق تفضلي بالبقاء معنا سيدة داليا محمد أعود إليك سيد الأحمدي يعني مرة عام مثل ما قلنا على اتفاق السوكهولم بند أساسي كان فيه مسألة التفاهمات حول تعز كيف تقيم ما جرى خلال هذا العام؟ من الذي يعرق الحدوث يعني ثغرة في الجدار كما يقال؟ يا أخي العزيز كان كما يبدو قضية تعز حاضرة في مشاورات سوكهولم فقط من باب المقايضة أو من باب محاولة مراضاة طرف الحكومي في الحكومة الشرعية لكن هناك من يقول أن الحكومة نفسها هي لا تتحرك بشكل أساسي هذا بالتأكيد أنا أشرت قبل قليل إلى أنه للأسف هناك تقاعص من طرف الحكومة الشرعية في ملف تعز بشكل عام موقف الحكومة دون المستوى المطلوب ودون مسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية الملقى على عاتقها لكن ما يتعلق بمشاورات سوكهولم كان كما يبدو قضية تعز حاضرة فقط من باب إرضاء الطرف الحكومي أو وفد الحكومة مقابل الموافقة على اتفاق الحديدة الذي يقضي بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من تحرير الميناء ومن تحرير المدينة من عصابات الميليشية لأنه فيما بعد لم نشهد أن يتحرك للمبعوث الأممي بنفس الوتيرة التي تحرك فيها فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الحديدة بمعنى أن المجتمع الدولي لكن هناك شواهد أخرى سيد الأحمد يعني اعذرني في هذا في نهاية المطاف مثلا عملية التبادل في نهاية المطاف حدث تبادل لكن لم يكن ما بين الحكومة الشرعية وما بين الحوثيين وإنما ما بين يعني أقصد فيما يتعلق بالأسرة والمختطفين وإن كان هناك نوع من يعني التحفظ من قبل الكثيرين على هكذا نوعيا من التبادل لكن حدث تبادل ما بين أسرة من ميليشيات الحوثي أو فكل الأسرة من قبل التحالف إذن يبدو أن هناك خلل من تحركات الحكومة الشرعية في الضغط في هذه الملفات عدم قدرة على الإدارة في هكذا مرحلة من الواضح أولا أنه بالفعل هناك عجز وفشل كبير للحكومة الشرعية في إدارة ملف الصراع والحرب والمعركة منذ الإنقلاب يعني الحكومة الشرعية للأسف ربما أن الضعف الذي يعاني منه وتعاني منه مؤسسة الرئاسة ألقى بظلاله أيضا على أداء الحكومة بشكل عام وأصبحت اليوم نحن نتحدث عن حكومة شرعية لكنها في المنفى حقيقة مؤسسة الحكومة الشرعية لم تفعل على الوجه المطلوب بل التحالف عمل على تقويض عناصر القوة لدى الحكومة الشرعية وإبقائها رهينة وسلبها قرارها الوطني والسيادي للأسف هذا كله ألقى بظلاله على أداء وعلى الديناميكية الحكومة الشرعية وتحركها في الميدان تحدثت أنت في سؤالك عن مسألة تبادل الذي حدث ما بين الحكومة الشرعية أما بين التحوثيين وإطلاق صراحة مختطفين من هنا ومن هناك وأسرى أيضا كل هذا حدث خارج إطار المشاورات السويد والآليات التي حددتها بمعنى أن اللجان التي شكلت بموجب اتفاق السويد لم تنجح في عقد أي صفقات تبادل أسرع وإنما حدثت عمليات التبادل بمبادرات خارج إطار ستوكول ما يتعلق باتفاقية الحديدة كما أشرت وأؤكد بالفعل أن المبعوث الأممي لم يلعب دورا بمستوى الدور الذي لعبه فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار بالحديدة ومراقبة مستوى تنفيذ اتفاق الحديدة بل بالعكس كان هناك العديد من الآليات التي كان هناك آلية واضحة ما يتعلق بفتح منافذ إلى تعز وضمان الوصول إمدادات الغذائية إلى المدينة وكان هناك مقترح بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لفتح الطرقات كل هذا لم يحدث ولم يتابعوا المبعوث الأممي بشكل جدي طيلة الفترة الماضية بل حتى لم في إحاطاته كان هناك قفز على هذه القضية أمام مجلس الأمن إذن للأسف كان كما يبدو أن تعز كانت حاضرة في مشاورات السويد من باب إرضاء الوفد الحكومي للقبول بوقف معركة تحريرات والآن هناك حدث أن وفدا أمميا جاء إلى تعز وهي تحدثت سيدة دالي على مسألة أنه يبدو أنه ليس كبيرا لكن فيما يتعلق بمن جاء يعني إذا لم يكن هناك حل كبير على الأقل الحلول الطارئة التي جاءت أتحدث كما أشرت إلى البرنامج الغذاء العالمي وبقية المنظمات التي جاءت هل من الممكن أن تخفف يعني إلى أي مدى ستخفف على الأقل من ناحية الاحتياج الإنساني الطارئ في المدينة سيدة داليا محمد بالنسبة للمنظمات يعني سواء الغذاء العالمي أو أي منظمات يعني تلعب دور في مدينة تعز نحن لا ننكر هذا الشيء يعني هناك سواء منظمات ظهرت في حين اختفت الحكومة سواء كانت منظمات عالمية أو إنه منظمات حتى محلية أو مبادرات لكن نحن نأمل من المنظمات هذه الكبيرة أنه بالأخير يكفي الشعب خمس سنين داخل المدينة يجلس متلقي نحن نتمنى خصوصا أنه إيش بيدهم القرار خصوصا الأمتب الأوتشا في إيب ومتب الأوتشا في عدن قادر يضغط على الحوثيين ويخفف بشكل كبير على حصار مدينة تعز وهو بالضغط على الحوثيين بفتح المعابر أما من حكاية الإغاثة فهي حتى لو قدت لكن لا تكفي الآن مثلا الغداء العالمي قزء كبير من المنطقة الغربية لمدينة تعز ما يقارب الآن 13 قرية للآن لم يوصل أي منظمات يعني حتى التخفيف فهو قد نقول إنه نست بنوعا ما لكن لا يكفي ولا يوصل لكل أنحاء أركز المدينة تعز معا نحن بالغربية خمس قرى تم تهجير عجباري هذه القرى للآن لم يترس تهدافه من أي منظمات لحل أقل حتى من منظمات العالمية أشكرك سيدة داريا محمد ناشطة الإنسانية الحقوقية كنت مانع عبر الهاتف من تعز بعودة إليك سيد الأحمدي يعني في نهاية المطاف إلى أي مدى ترى أن يعني لماذا يصر كتقييم سياسي أقصد الآن لماذا تصر ميليشيات الحوثية على إبقاء تعز بهذه الحالة برأيك أعتقد أولا هو جزء من التنفيذ عن مخزون الحقد ضد هذه المدينة وأدوارها النضالية في مقارعة الإمامة والاستبداد باعتبار أن ميليشيات الحوثيين مشروع استبداد بامتياز ومشروع كهانوتي تعز العلم والحضارة والثقافة والحرية وبالتالي لا يلتقي مشروع أبناء تعز وهو مشروع كل اليمنيين بالمناسبة لكن أبناء تعز في طليعة المشروع الوطني الجمهوري الرافض للمشروع الإمامة وبالتالي تحرص ميليشيات الحوثيين على إبقى تعز في دائرة المأساة والمعاناة كجزء من تنفيذ أحقادها ومحاولة أيضا جعلها عبرة لبقية المناطق لإرضاخها لمشروعها الأمر الآخر أيضا تحاول الميليشيات الحوثية مقايضة المأساة في تعز على كما أشار أيضا الضيف العزيز من تعز قبل قليل في النبي الجامل الأستاذ أيواء إلى أنه دائما كانت تتحدث ميليشيات الحوثيين عن فتح مطار صنعاء مقابل فك الحصار عن تعز لكن عندما اليوم شاهدنا مبادرة من طرف التحالف لفتح جزء لمطار صنعاء وربما يفتح بشكل كامل لم نجد أي مبادرة بالمقابل من طرف الميليشيات الحوثية لفك الحصار عن تعز أو لوقف على الأقل وقف عمليات القنص يا أخي هناك لا تزال بعض الأحياء يعني الناس يعانون من القنص انتشار قناصة الميليشية لا تزال حتى هذه اللحظة لا تفرق بين طفل وامرأة ومريض وكبير وصغير يعني هناك معاناة جزئية أحيانا في بعض القرى والأحياء لا يلتفت إليها المجتمع وقد أشارتها سيدة داليا محمد لكن في هذه النقطة تحديدا مسألة أن التحالف الآن فتح يعني أتاح المجال لفتح جزء لمطار صنعاء فيما يتعلق بالرحلات الإنسانية وكذا هل ترى أن هناك ترتيب معين قد يلوح في الأفق من قبل التحالف والحكومة لتعز تحديدا أم أنك غير متفائل بهذا الخصوص أنا في الحقيقة أولا لست متفائلا كثيرا كان هناك خمس سنوات وكان هذه الخمسة السنوات يعني شبعنا وعودا وإحباط من طرف التحالف التحالف أدار الحرب بطريقة غبية وفيها لؤم يعني في حق والآن هو من يدفع أيضا حتى جزءا من ثمن هذه الإدارة الغبية وغير الإنسانية وغير الأخلاقية في الحقيقة اليمنيون التفوا حول التحالف استعادة الحكومة الشرعية إلى اليمن وكانوا يؤملون أن تكون هذا التدخل يقضى عربية لحماية الأمن القومي والاستعادة الدولة اليمنية لكن اليوم بعد خمس سنوات خسر التحالف الكثير من هذا الالتفاف واتضحت أيضا كثير من أهدافه الخفية التي لم تكن واضحة على الأقل بالنسبة لليمنين واليوم يعلن التحالف عن أو قادة مسحولين سعوديين أن هناك في الطريق إلى تسوية شاملة مع جماعة الحوثيين مع ميليشيين الحوثيين وبالتالي لا ظهر القطاع بالنسبة لتعز ما هو الحل في ذلك؟ بالنسبة لتعز أعتقد أنه على كل القوى السياسية أولا أن تنحي الخلافات والمكايدات السياسية جانبا وأن تعمل على تعزيز حضور السلطة المحلية ومؤسسات الدولة واحترام القانون واحترام حقوق الإنسان والعمل على وقف أي انتهاكات لحقوق الإنسان داخل المحافظة وأن يعتمد أبناء تعز على أنفسهم وعلى قدراتهم وهم في الحقيقة لديهم كوادر رائعة يمكنها أن توصل صوت أبناء المدينة إلى العالم وأن يكون لهم خطوط اتصال مفتوحة مع مكاتب الوكالات التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالجانب الإنساني مع الآليات الأممية فيما يتعلق بالجانب الحقوقي مع أيضا حتى الأطراف الإقليمية والدولية والهيئات الدولية فيما يتعلق بالملف السياسي وأن يتدبروا أمرهم دون الركون كثيرا على الحكومة الشرعية إذن تبقى مثل هكذا زيارات بارقة أمل لمثل هكذا يا أخي العزيز بالتأكيد هذه الزيارات هي كانت مطالب أبناء تعز ونحن بدورنا سنكون مع مطالب أبناء تعز وأبناء اليمن بشكل عام يجب أن يلتفت المسؤولون الأمميون إلى المعاناة التي يعانيها سكان اليمن عموما وأبناء تعز بوجه خاص الوكالات التابعة للأمم المتحدة تجاهلت للأسف كثير كثير من جذور المأساة اليمنية وتحدثت دائما أو تظهر الجانب الواضح من المأساة لكنها لا تبحث في جذور المشاكل والمآسي اليمن اليوم ضحية لحرب الميليشية الحوثية ولخذلان التحالف ولعجز وفشل الحكومة الشرعية وعلى اليمنين بشكل عام أبناء تعز وغيرهم أن يحملوا على عاتقهم مسؤولية النضاء لاستعادة دولتهم وتحرير قرارهم الوطني شكرا لك سيد محمد الأحمد الصحفي والناشط الحقوقي كنت معنا في هذه الحلقة من المسائل اليمنية أشكر موصولكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابع والإنصال في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري دمتم والوطن بألف خير في أمان الله